موسيقى السادة أعضاء الصحافة الكرام قبل قليل تم استقبالنا من قبل رئيس الجمهورية في الجزائر عبد المجيد تابون وأنا هنا أريد أن أقدم كل الشكر له لتحته لنا هذه الفرصة وقد قدمت له التحيات الحارة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوان كما قدمنا له كل التهاني فيما يتعلق بنجاح الجزائر في استضافة القمة العربية في نفس الوقت أيضا قدمت كل التهاني فيما يتعلق بالجهود التي تبدلها الجزائر من أجل القضية الفلسطينية وأؤكد بأننا كتركيا لدينا توافق دام في هذه القضية مع الجزائر نقوم ببذل الجهود المكثفة أنا وأخي العزيز رمطان وكل المسؤولين في كل الحكومتين من أجل ارتقاء العلاقات بين البلدين إلى أرفع المستويات كما قدمت لفخامة الرئيس تابون معلومات فيما يتعلق بالاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة التركية الجزائرية الذي انعقد يوم آمس كما قدمت لفخامته معلومات فيما يتعلق بالخطوات التي سنتسجلها بعد الآن كما قدم فخامته الدعوة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوان من أجل أن يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر إن شاء الله سنقوم بارتقاء العلاقات إلى نقطة رفعة المستوى وأنا أيضا أشعر بالامتنان الكبير فيما يتعلق بالتباحث العديد من المواضيع الأقليمية بما في ذلك ليبيا وقد حصلنا على تقييماته وأرائه في كل هذه القضايا بالإضافة إلى توجهاته نحن عازمون فيما يتعلق بتعزيز تعاوننا وعلاقاتنا الاستقرار في المنطقة ونحن نعلم طبعا إسهامات الجزائر الإيجابية في كل هذه المواضيع مرة أخرى أقدم الشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد المجيد تابون لاستقباله هذا شكرا